سلام عليكم أدانت محكمة بلجيكية المغربي أشرف سكاكي الملقب بملك الهروب بالسجن أربع سنوات ووفق وسائل إعلام بلجيكية فإن إدانة سكاكي المعتقل حاليا بالمغرب تأتي لتوجيهه عصابة في بلجيكا من زنزانته بسجن سلا وحسب ذات المصادر فإن سكاكي البالغ حاليا من العمر 39 عاما مطلوب لدى السلطات البلجيكية وسيتم اعتقاله فور دخوله الأراضي البلجيكية واشتهر سكاكي بهروبه المذهل من سجن بروج في عام 2009 بواسطة طائرة هليكوبتر وكان آنذاك يقضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة السطو المسلح وفر بعد ذلك إلى المغرب ليتم اعتقاله بتهم تهريب الأسلحة وغسل الأموال وأدين بالسجن 14 عاما إلى هنا ينتهي خبر اليوم شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة